السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيراً رجعت المصر أرض الوطن مهد الحضر وأم الأفور اللي أنا فيه سأعشق والقلب نبيح مهما عصى خط ضد الريح لرحني في يوم مهري مهنش حسنا نسع في نسمة الأغنية دي وهي وكلة نادي ومأثرة فيها جداً لو اللينك بتاحها تحت خدس كيش ونسبة الكلام عن التأثير التسعة شهور ونص اللي أنا قدرتهم في ألمانيا فعلاً أثروا وغيروا فيها حاجات كثيرة واتعلمت معنى جملة اختار الصديق قبل الطريق سواء الأصدقاء اللي سفروا معي من مصر لألمانيا أو الناس اللي تعرفت عليهم هناك بجد كل واحد فيه بلا مبالغة أثر فيها بالإيجاب وأتمنى أن أكون أنا كمان أثرت فيه بشيء بشيء الأشياء اللي أنا تعلمتها من أصدقائي هنا في السفر مبدئين أول حاجة المثبرة إن الواحد يفضل يحاول حتى آخر نفس حتى بعد آخر نفس يفضل يستمر في المقاومة تعلمت الجرأة إن انت رفو تبعيس حاجة قوم وقولاً عايز كذا ولو يفعل كذا بلاش كوسوف اللي بزيادة تعلمت إن التهور والطيش سعاد بممطلوبين لأن انت الحياة بتعيشها مرة تعلمت إن الرجولة مش بالمنزرة وإن الواحد ممكن يكون عامل شيء عظيم جداً ويبقاش بيطالب بإن الناس اللي بعرفة هو إيش اللي هو عامل ده تعلمت إن السعيدي مبادئ ما تتغيرش في أي بلد هو فيه تعلمت إن الواحد لما يكون عنده معلومة لازم يشاركها مع أصدقائه وزمائله ويقعد ويذاكر لهم ويساعدهم في المذاكر تعلمت إن في بنات ممكن يكونوا أرجل من أرجل رجالهم ويخشوا في تحدي وفي تجربة ممكن يكون مظهرها إنها صعب لكن يخشوا ويتطارقوها وينجحوا فيها تعلمت إن أنا محكمش على الأشخاص بالمظارة إن أنا دازم أتعامل مع الشخص نفسه وأحتك معه شونا بعرف هو فعلاً شخصيته عاملة بيفكر إزاي بيعمل الأعمال اللي هو بيعملها ليه تعلمت الكرة إن أنا بكرها الكرة صراحة كلاعبة وكمباريات بتحصل بالوقت في الوقت ده أنا محترد تماماً على الناتبة بتتزعب في فيزيوني إنه مش واحدة في الصراحة لكن اللي يعرفين يعرفين ما يكونوا عرفة لعب الكرة ويعرفش أشوت ويعرفش أعمل أي شيء خالص بس تعلمت إنها كلكرة بفضل أحد من الأصدقاء اللي يعني بيعش الكرة تعلمت إن نسبة بيلا من الفلسطينيين اللي بيروحوا ألمانيا بيروح عشان تعلموا نطد تعلمت إن اللبنانيين ناس مزوعة تعلمت إن الأردنيين بيعملوا أحلى كعكة أناناس في الدنيا تعلمت إن العرب في الغربة بغض نزع عن الكلام اللي بتقال أحلى كما العرب في الغربة بنأكل بعدين لكن فعلاً لما بتقابل حد عربي في الغربة أي جنسية بقى مصري زيك أو أي حاجة تانية تحس فعلاً بالألفة وبالمحبة كده الفورية لأنه هو يمكن يكون بمثل الثقافة اللي أنت جاي منها أو العادات والتقاليد اللي أنت جاي منها ورتحس نقراج منك كده على تقول بسهولة ويوصل تعلمت هدل إيه مصر بجد؟ بتوحش الواحد لما بيسافر وجراء بعيد عنه بغض نزع عن المشاكل اللي فيها والحاجات الكتير اللي محتاجة تصليح من زحمة الشوارع للسياسة لكن فعلاً بيوحشك إن انت بقى تمشي في الشارع ومسلاً تسمعوا صوت الأدان ولا انت تمشي في الزحمة في العربيات بجد الحاجات دي فعلاً بتفتقدها طبعاً تتمنى إنها تكون أحسن في مصر بس يتوحشك في الواقع وأحب أوكه رسالة لأصحاب المصريين اللي رجوا معي لمصر إن يا جماعة دورنا لسه مخلصش وإن إحنا لازم نفيد البلد اللي إحنا فيها دي بالآمل إحنا تعلمناه لإن هو ده أكتر وقت هية محتاجة فينا لإن مصر دلوقتي عامنا زي الزخرة الجميلة اللي لازم نحافظ عليها ونراعها وأحب أقول كمان لصحاب اللي لسه هناك اللي مراجعوش إن كملوا واخدوا نية كويسة وإنتوا كمان مشاركوا لسه مخلصش ومش معنى إنوا فضلتوا منها كيبانتوا كده بقعين للوطن مثلا أو حاجة لا بنا ضد الكلام بذلوا أقصدوا ده عشان تنجحوا في المكان اللي إنتوا فيه وتفيدوا نفسوك وتفيدوا مجتمع اللي إنتوا فيه وخلي بالكم إن مع استمراركم في الغربة أتعرضكم للحاجات اللي ممكن أقول الممنوعة هتبقى أكتر فلازم يبقى عزمتك أقوى ولازم يكون صبرك أقوى إن شاء الله ربنا يكرم الناس كلها وأحب أقول كمان لكل الناس اللي تتفرج يا جماعة سفروا وتغربوا وخشوا في مجتمعات جديدة وثقافات جديدة وفي مغامرات جديدة لأن بجد أنت اللي بتستفيدوا من السفر فيه فايدة كبيرة جدا بتعود عليك مش بس أن انت بتعرف على مكان ديديد أو ثقافة جديدة أو مجتمع مختلف أو بني قدمين مختلفين لا أنت بتعرف على نفسك بتعرف أن انت مثلا ما بتعرفش تطبخ بتعرف أن انت محتاج منابل عشان تصحى بتعرف أن انت ما بتعرفش تغسل هدومك ما حاجة كتبت تعرفها عن نفسك في السفر وفي الغربة ولما تتعرض أن انت تبقى عايش لوحدك وتعتمد على نفسك مليون في المية في الطبيخ في الصرف في الحركة في كل حاجة وأحب أقول في النهاية لكل أصدقاء اللي كانوا معاين في الفترة دي سواء المصريين أو غير المصريين هجامعة جد أنتوا كلكم فرقتوا في حياتي فعلا وأنتوا فعلا محشيني وإن شاء الله أشوفكم في المستقبل في ظروف أحسن من كده إن شاء الله أشوفكم كلكم في الخلقة الجاية لنزروشون سنواريك مرتبطة لأكيد سنواريك مرتبطة لأكيد